اشتركوا في القناة في تحدي بعزيمة وبطيقة وبمسؤولية وطنية واستطعنا نقرع أكبر الفروق الإفريقية ومرنا للطور الربع بعنجدارة واستحقاق لأسف نهزمنا في مقابلة ليبيريا بعدما انتصلنا على أغندا وعلى السيراليون ونهزمنا أمام تنزانيا بظلم تحكيمي من طرف حكم تنزاني كنظن بأنه مشينا إلى أبعد نقطة ممكنة في النتائج وهذا كنت تعتبر إنجاز تاريخي كان حريا على الاتحاد الإفريقي أنه يصنف الفراقي وبالتالي دخلنا غمار تاني بكل جدية وربحنا الكاميرون بربعة إصابات لصيفر وكذلك الفريق العتيد كينيا بإصابة لصيفر في الشوط الإضافي بصعوبة بالغة الآن دخلنا واحدة تجربة وإحنا كنا تحدي وكنا عزم واستطعنا أننا نعطي إشعاع لهذه الكرة القدم للمبتورين اللي كانت غيبة في السحر الوطنية وما تلعبت إلا بطولة وحيدة وكان القاعدة الأندية فهي قليلة جدا ستة أندية ما خلتنا أننا تكون عندنا واحد اختيارات موسعة وبالتالي كنا يلا دخلنا بعشرين لعيب استطعنا أننا نتقل من نور بعتاش وخدمنا على الجانب الطاكتيكي على الجانب البدني وكذلك على الجانب النفسي في زمن قياسي الآن تعطيت واحد إشعاع إضافي لهذه الرياضة وعطينا إضافة للرياضة المغربية كمنتخب وطني متراس الصفوف الندائي الخاص وفي ضل هذا الإنجاز وفي ضل هذا المحل اللي كان عيشها ومن أجل راية الوطن اللي تهزت أكثر من ستة مرات هنا في طنزانيا وعزف النشيد أكثر من مرة وكانت فرحة عارمة لدى الجمهور المحيب لهذه الرياضة وبصفة عامة للشعب المغربي كان ندير نداء خاص لجميع المسؤولين جميع القائمين على الرياضة بالمغربية أو من غير الرياضة أنه يكون تدخل عاجل لإرجاع هذا الأبطال لأرض الوطن